محيدة الخدمات الإسكانية في مملكة البحرين بجهود الحكومة الموقرة على مدار نصف قرن تطورا ملحوظا ما جعلها تجربة إسكانية تتفرد بها المملكة على مستوى المنطقة بهذه المناسبة الوطنية ببناء أربعين ألف وحدة سكنية جديدة وفي أقصر مدة ممكنة والخدمات الأخرى المكملة بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين الكرام بلغ عدد الخدمات الإسكانية المتنوعة التي قدمتها الحكومة للمواطنين منذ عام 1960 وحتى اليوم 128.415 خدمة إسكانية علما بأن هذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة بفضل المشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها اهتمت الحكومة الموقرة اهتمام خاص بالمشروعات الإسكانية في وقت مبكر تعود إلى الستينيات مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات المرحلة الأولى كانت قبل الستينيات في وقع الأمر في منتصف الخمسينيات وكانت في جهود متواضعة مبذولة لتوفير السكن اجتماعي في مختلف مناطق البحرين في مساحات محدودة وبعدد أيضا جدا جدا محدود في المرحلة الثانية صدر مرشوم بتشكيل لجنة الإسكان والتمليك عن ذاك تحديدا في عام 1962 تبع ذلك مباشرة إصدار اللاحة التنفيذية التي تنظم عمل الإسكان ألمن بأن اللاحة التنفيذية التي صدرت في ذاك الوقت لا يزال جزء كبير منها مطبق في وزارة الإسكان لغاية هذا التاريخ سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان استعرض الإحصائيات المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين على مدى 57 عاما مضت حيث أشار إلى أن خدمة التمويل الإسكاني تأتي في صدارة تلك الخدمات بـ 64500 تمويل إسكاني تتنوع بين تمويل شراء وبناء وترميم وأشار الوزير إلى أن خدمة الوحدات والشقق السكنية تأتي في المركز الثاني حيث وفرت الدولة للمواطنين ما مجموعه 46,915 وحدة سكنية وهي الخدمة الأكثر إقبالا من قبل مواطني المملكة الأمر الذي يترتب عليه اتباع العديد من السياسات التي تطورت على مدار تلك الأعوام للعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب على تلك الخدمة في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني وآم حدث في المرحلة الثالثة إنشاء مدينة عيسى التي تم وضع حجوة الأساس في عام 1964 وتم افتتاحها في عام 1968 أنشئت مدينة عيسى ولم يكن هناك قوائم انتظار إنما أنشئت لتحقيق وقية البحرين لتوفير السكن اللائق للمواطن وبالتالي أعداد المواطن للانتقال إلى مرحلة الدولة الحديثة وقال الوزير إن جهود الحكومة أسفرت في السنوات القليلة الماضية في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات والشقق السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وقد تمكنت الوزارة منذ عام 2015 وحتى اليوم من توزيع 13.655 وحدة سكنية الأمر الذي يعكس الرغبة الجادة للحكومة في حلحلة الملف الإسكاني وفي سياق متصل قال وزير الإسكان أن خدمة القسائم السكنية تأتي في المركز الثالث بـ 12 ألف خدمة قسيمة مقدمة للمواطنين فيما وفرت الحكومة 500 شقة مؤقتة للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على خدمتهم الإسكانية في المرحلة الرابعة من مسيرة الإسكان صدر مرسوم تأسيس وزارة الإسكان في عام 1975 التي تعتبر نقطة التحول الرئيسية والكبيرة في هذه المسيرة في المرحلة الخامسة من مسيرة وزارة الإسكان بدأت وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع مدن البحرين الجديدة لننتقل إلى المرحلة السادسة في مسيرة عمل الإسكان لتنفيذ ما أتفق عليه في برنامج عمل حكومة وتحديداً المحور الثالث لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية أهم سمات المرحلة السابعة تعزيز دور القطاع الخاص الذي يمثل رؤية المستقبلية لمسيرة العمل الإسكان من جهة أخرى أكد الوزير أن الطفرة الإسكانية التي تحققت في قطاع الإسكان منذ عام 2011 ألقت بظلالها على القطاعات الأخرى التي تشارك الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية فأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمواطنين في المشاريع الإسكانية التي نفذتها الوزارة ولا تزال تنفذها قد بلغ نحو 139 ألف نسمة وهو العدد الذي يعادل عدد سكان محافظة المحرق تقريباً وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بقطاعات مواد البناء وتجارة التجزئة فقد بلغ حجم الخرسانة الجاهزة التي تم استخدامها في مشاريع وزارة الإسكان التي تم تنفيذها والأخرى قيد التنفيذ مليون متر مكعب وهو ما يعادل 50% من إجمال الناتج المحلي السنوي لمملكة البحرين من الخرسانة الجاهزة كما بلغ عدد الطابوق المستخدم في تشييد الوحدات السكنية خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017 نحو 106 ملايين طابوقة تقريباً وهو ما يعادل 250% من الناتج السنوي للطابوق في جميع مصانع مملكة البحرين فيما بلغ حجم الحديد المسلح الذي تم استخدامه في جميع المشاريع التي نفذتها وزارة الإسكان نحو 105 أطنان وهو ما يعادل 55% من الحديد المسلح بمملكة البحرين وقال المهندس باسم الحمر أن هناك امتيازات أخرى أضفتها المشاريع الإسكانية على المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع إذ أن مشاريع الإسكان وفرت ما مجموعه 605 كيلو مترات من أرصفة المشات في جميع المشاريع الإسكانية التي تم تشييدها حتى الآن وأكد وزير الإسكان أن جهود حكومة مملكة البحرين على مدار نصف قرن تشكل تجربة إسكانية تتفرد بها المملكة على مستوى المنطقة وتحظى بإعجاب الوفود الأجنبية التي تزور المملكة للاطلاع على التجربة الإسكانية بها والاستفادة منها